أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه إخواني وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل معكم في هذه الحلقة الثانية من تزكية النفس ورد أن حنظل رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه رآه منزعجا فقال أبو بكر لحنظلة ما لك تبدو منزعجا يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر فقال رضي الله عنه قال لما نافقت يا حنظلة فقال نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نحن والجنة كهتين أي يعني أنه كأنه يعيش في الجنة عندما يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا عافسنا الأهل ننسى فقال له أبو بكر والله إني لأجد ذلك يا حنظلة قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من باب حب مساعدة الناس من باب أن لا يجعل حنظلة يشعر أنه غريب عن هذا المجتمع المؤمن قال له أنا مثلك قم بنا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما بكما فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وكيف نافقت يا حنظلة قال يا رسول الله عندما نكون عندك نكون نحن والجنة كهتين يعني كالإصبع كالشاهد والسبابة قال فإذا عافسنا الأهل يعني إذا رجعنا إلى أهلنا ننسى فتبسما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال له نعم يا حنظلة لو بقيتم على الحال التي أنتم بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم ولكن ساعة وساعة نعم إخواني وإخوتي عندما يكون الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون كأنهم في الجنة يرتقون بأرواحهم وقلوبهم وأنفسهم إلى ذاك المستوى الذي قد يصلوا بها إلى مصافحة الملائكة وإلى أن تتنزل عليهم الملائكة كان أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الأنصار كان مولعا به تلاوة القرآن رضي الله عنه فكان في ليلة يقرأ قيل أنها سورة الكهف وقيل أنها سورة الأنعام فكان يقرأ وابنه يحيا صغيره نائم جنبه وبجانبه وبجانبه فرسه قال فاستمر يقرأ فإذا بسحابة تنزل من السماء إلى فوق رأسه وبها قناديل من نور فارتجفت الفرس فإذا سكت عن تلاوته ارتفعت السحابة أو الغمامة فإذا استمر في التلاوة نزلت الغمامة فخاف فصمت خائفا أن تدعس الفرس ابنه النائم بجانبه فلما فلما أصبح الصباح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص له ما صار معه فقال عليه الصلاة والسلام إنها الملائكة تنزلت لتسمع القرآن منك نعم إخواني وإخوتي إنها الملائكة كانت الملائكة تتنزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو ذر وقال السلام عليك يا رسول الله قال له عليه الصلاة والسلام أهلا بمن أنبأني جبريل بقدومه قال يا رسول الله أهو أنا قال نعم قال ومن أنا يا رسول الله قال من أنت خامل في الأرض ولكنك علم في السماء الملائكة تعرف أسماءهم رضوان الله عليهم وصل صحابة رسول الله إلى تلك المرحلة التي تتنزل عليهم من الله آيات وسمات إخواني وإخوتي كيف وصل الصحابة إلى هذا العلو وإلى هذا السمو في أخلاقهم وأرواحهم وأنفسهم نعم إنها تسكية النفس إنها تسكية النفس إخواني وإخوتي ما حكم تسكية النفس فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على المؤمنين بأن زكاهم واصطفاهم وطهرهم ونقاهم من الذنوب والخطايا فما حكم تسكية النفس الإمام الغزالي رحمه الله يقول إنها فرض عين على كل مؤمن ولو لم يكن متحليا بالأخلاق الذميمة فيلزم كل أحد أن يتعلم أمراض القلب وكيف يطهرها إذن إخواني وإخوتي تطهير القلب فرض عين وقد ذكرت فيما سبق أن الإنسان إذا أصابه ألم أو مرض هرع إلى الطبيب يطلب الدواء ولكن إذا أصابه مرض نفسي أو قلبي فهل يهرع بنفس تلك السرعة لطلب الدواء فإذا اشتكى عضو ذهب إلى الطبيب فكيف إذا مرض القلب إخواني وإخوتي قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا استغفر واسترجع وأناب محيت فعاد قلب أبيض أما إذا نسي فلم يستغفر ولم يسترجع بقيت تلك النكتة السوداء في القلب فإذا عمل ذنبا آخر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يصير القلب أسودا مجحفا والعياذ بالله ذهب الجمهور إلى أنه تزكية النفس النفس ليست فرض عين إلا في حق ذلك المؤمن الذي تحقق أن عنده مرض في قلبه وأنا لا أقول عن المرض الفيزيائي أو العضوي بل أقول عن المرض المعنوي الذي يتسببه فعل السيئات وترك الحسنات وعمل الذنوب والبعد عن الله عز وجل والبعد عن كتابه سبحانه وتعالى وقالوا إن تعلم أمراض القلوب فرض كفاية على الأمة عامة وليس فرض عين على كل واحد يعني لابد أن يكون هناك من يعرف كيف يطلب لك الدواء وكيف يصف لك دواء لقلبك وقد استند الغزالي في رأيه أن الأصل عند الإنسان هو وجود هذه الأمراض وليس السلام منها وهذا ما قاله بعض العلماء أن الأصل في النفس أن تكون جاهلة ظالمة وإنما جاء النور بعد ذلك من الله عز وجل لينيرها ويذهب ظلمها وجهلها ويخرجها من الظلمات إلى النور واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق الله صدره مرتين وأخرج منه المضغة السوداء التي هي محل هذه الأمراض في الإنسان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ذلك فغيره من باب أولى فغيره من باب أولى محتاج إلى ذلك واستدل الجمهور أن الأصل في الإنسان السلام من هذه الأمراض لقوله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولودا يولد على الفطرة وبهذا فإن أدلة الجمهور أقوى من أدلة الإمام الغازالي ولكن يقول بعض العلماء أن في عامة بني آدم هو وجود القابلية لهذه الأمراض إذن القابلية لحصول الأمراض هذه في القلب وفي النفس موجودة تلك القابلية وبالتالي كانت عملية الشق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ليست علاجا لمرض موجود وإنما نزعا لتلك القابلية التي هي موجودة إذن قلنا إخواني وإخوتي أن الله عز وجل وهو الحق وقوله الصدق قد أقسم في كتابه في سورة والشمس أحد عشر قسما على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من أهمل ذلك والشمس وضحاها إثنان والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها إثنان والأرض وما طحاها إثنان ونفس وما سواها إثنان وبهذا إحدى أحد عشر قسما أقسم الله تعالى وهذا أطول قسم في القرآن الكريم على أن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن هذه أهمية تزكية النفس أن الله سبحانه وتعالى لأنه رأى سبحانه وتعالى وهو الخالق أن أهمية تزكية النفس بمكان قد أقسم على ذلك أحد عشر قسما في كتابه الكريم وثانيا أن النفس من أشد أعداء الإنسان الداخلية لأن النفس تدعو إلى الطغيان وإلى إيثار الحياة الدنيا وإنما سائر أمراض القلب تنشأ من الطغيان ومن إيثار الحياة الدنيا ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من شر هذه النفس كما في خطبته عليه الصلاة والسلام حيث يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي ويقول الإمام بن القيم رحمه الله وقد اتفق السالكون على اختلاف طروقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطع بين القلب وبين الوصول إلى الرب بمعنى أن النفس قد تكون هي الحاجز أو هي العقبة بين القلب وبين الوصول إلى الرب ويقول أيضا وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها والظفر بها المقصود السيطر على النفس التحكم في النفس وقال وقال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر إلى الظفر بأنفسهم بمعنى إخواني وإخوتي أن الفائز هو من امتلك إربة هو من امتلك نفسه كما قالت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا إن التزكية هي طريق الجنة قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذن من أسباب وشروط دخول الجنة أن ينهى النفس عن الهوى إذن السيطر على النفس رابعا إن الإنسان محب للكمال بطبيعته كما خلقه الله عز وجل أن الإنسان يحب الكمال في كل شيء يحب العلو يحب الجمال يحب الكمال هذه طبيعة الإنسان التي خلقها الله عز وجل وهذا الكمال وهذا الكمال لا يكون إلا إذا زكى نفسه فلا يصل الإنسان إلى مرحلة أو إلى صفة الكمال إلا إذا زكى نفسه ورباها فهذه النفس قد تصاب بالأعراض التي تصاب بها الأبدان فهي محتاجة إلى تغذية دائمة محتاجة إلى رعاية دائمة محتاجة إلى متابعة أيضا للإزدياد من الخيرات كما يزداد البدن بالطاقات ومن المعارف والعلم فكذلك القلب بحاجة إلى متابعة فلذلك احتاج الإنسان إلى أن يراقب تطورات نفسه ويعلم أنها وعاء إيمانه وأهم ما عنده هو ذاك الإيمان أهم رأس مال عند المسلم وعند المؤمن هو إيمانه بالله عز وجل فإذا سلب الإيمان فلا فلا فائدة في حياته وكما قال بعض شيوخنا القلب هو مكان نظر الرب القلب هو مكان نظر الرب فلذلك يحاسب الإنسان بما يكن في قلبه فإنما الأعمال بالنيات والنية مكانها القلب ولذلك كانت كل أعمالنا مصدرها القلب فإذا كان القلب مريضا كانت الأعمال غير صائبة وغير صحيحة وقال سيد قطب رحمه الله إن هذا الكائن مخلوق مزدوج مزدوج الطبيعة مزدوج الاستعداد مزدوج الاتجاه بمعنى أنه في طبيعة تكوينه هو من طين الأرض ومن نفخة علوية من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الازدواج ولذلك فهو مزود باستعدادات متساوية إما للخير بسبب تلك الروح العلوية وإما للشر بسبب ذاك الطين الأرضي والهدى والضلال فهو قادر إذن الإنسان قادر بفطرته التي فطره الله عليها على التمييز ما بين خير وما بين الشر وقادر على التمييز ما بين الهدى وما بين الضلال وقادر على توجيه نفسه إلى أي طريق يشاء وهذه القدرة في كيانها يعبر عنها القرآن تارة بالإلهام ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها أي ألهمها أي وضع وزرع فيها القدرة على أن تميز بين الحق والضلال بين الخير والشر وتارة يعبر عنها القرآن بقوله وهديناه النجدين النجدين أي الطريقين الخير والشر الصواب والضلال وإلى جانب تلك الاستعدادات الفطرية الكامنة توجد قوة واعية مدركة موجهة هي في ذات هذا الإنسان هي التي تسيطر على تبعات تصرفاته ومن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعدادات الخير فيها وتغليبها على استعدادات الشر فقد أفلح ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب حيث قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إخواني وإخوتي نكمل إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم